اهلا بكم إلى نشرة أحوال تقصى المرتقبة اليوم الغد لا تزال الأجواء الحرة مستمرة بالنسبة للمناطق الشمالية من الوطن لكن معتدلة على الجنوب الجزائري بنسبة لصباحة يوم الغد الأجواء تبقى مستقرة صافية تماما على المدن الشمالية والمدن الجنوبية عدى بعض الصحابة العابرة وبدون فعالية بنسبة للسواحل ظاهرة يوم الغد نفس الوضعية الجوية مستقرة سماء ملبدة تماما على المدن الغربية لكن صافية على باقي ولايات الشمال وحتى بها المناطق الجنوبية مع صحابة عابرة وبدون فعالية على بشار ومنطقة تندوف درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال صباحة هذا السبت تصل إلى 17 درجة بي الجزائر العاصمة 11 بي عنا بطار في القالة واسكي 11 درجات بي قسنتين ستيف برج بورج بوري ريجر 14 بي بشار 17 بيتلمسان سجد 22 درجة بمنطقة أدرات 11 على 23 درجة بي برج بيجي مختار 21 درجة أقصى الجنوب الجزائري بمنطقة تحين قزام بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة ظاهرة يوم الغد مرتفعة نوعا ما تصل إلى 29 إلى 31 درجة المدن الغربية 27 درجة بي الجزائر العاصمة البليد أبو مردى 27 درجة أيضا بي السواحل الشرقية 25 درجة بي قسنتين ستيف برج بوري ريج على تبسة واسوق هراس 24 درجة بي واتسوف 25 درجة بي شمال الصحر 25 درجة أيضا بي ورق لحسن السعود 30 درجة بيتم نراس 34 درجة بي برج بجي مختار 32 درجة على كل من منطقة أدرار على تندو فرقان وعينقسة بالنسبة لحالة البحر سيكون البحر عموما مستقر على طول الشريط الساحل الرياح ستكون غربية تماما وصراعاتها لنتتعدى 15 كم في الساعة نختمنا الشراكة العدابية الورقة الفلكية وقت شروق وغروب الشمس بها الجزائر العاصمة وضوحيها لهذا السبت 29 من شهر أكتوبر 2022 شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة